حقق مطار الملكة علياء الدولي نمواً في أعداد المسافرين بنسبة 6.6% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي واعلنت مجموعة المطار الدولي أن المطار استقبل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول 6.8 ملايين مسافر كما شهدت حركة الطائرات ارتفاعاً بنسبة 1.4% حيث وصلت إلى 63.400 حركة بنهاية الشهر الماضي إضافة إلى تحقيقه ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7.5% في حركة الشحن الجوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي كالبينجر قال إن الرحلات لعدد من الوجهات البارزة ساهمت إلى حد كبير في تحقيق هذا النمو ومن بينها وجهات إقليمية كالقاهرة والإسكندرية والدوحة والكويت فضلاً عن الوجهتين الأكثر شعبية وهما تركيا وروما